إعادة تشكيل للتحالفات وصراعات حزبية وتجوال برلماني هكذا هي الصحة السياسية التونسية مع اقترب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد ملامح ما قبل الاستحقاق الانتخاب بدأ في التبلور مع بروز تحالفين متنافسين الأول يضم حركة نداء تونس واتحاد الشغل التونسي وبعد الأحزاب اليسارية فيما يضم التحالف الآخر حركة النهضة وحزب تحية تونس برئاسة رئيس الحكومة يوسف الشاهد اعلان حزب الشاهد الجديد يأتي بعد أشهر من خلافات محتدمة بين الرئيس الباجي قيد السبسي وحزب نداء تونس من جهة ورئيس الحكومة يوسف الشاهد من جهة أخرى ما أدخل البلاد في أزمة سياسية دخول التحالفات السياسية في منعطف جديد يأتي بعد فك التحالف بين النهضة والنداء والإعلان عن حزب تحية تونس المرجح أن يترأسه الشاهد رئيس الجمهورية كان الاتهامات للنهضة والشاهد حيث اعتبر الحكومة هي حكومة النهضة بامتياز مؤكدا أن سبب توتر العلاقات بين الشاهد والنداء ليس خلافا سياسيا وإنما يعود لرغبة رئيس الحكومة في البقاء في السلطة وكشف السبسي عن أن النهضة دفعت الشاهد إلى تكوين حزب جديد ليشاركها الحكم بعد انتخابة 2019 مضيفا أن الغنوش سيدعمه سرا ليترشح لرئاسة الجمهورية تاتي هذه الاتهامات في وقت أعلن فيه الحزب الأول في تونس حركة النهضة أنها ستقدم مرشحها للانتخابات الرئاسية رغم تأكيد الغنوش قبل أسابيع عدم رغبته في الترشح لانتخابات الرئاسية المقررة العام الحالي استعدادة النهضة للسباق الرئاسي تصطدم بالتحقيقات القضائية الجارية حول الجهاز السري للحركة وعلاقته باغتيالات سياسية وقعت في تونس بعد 2011 الأزمة السياسية في تونس لا تزال تروح مكانها وأمام الاستحقاقات السياسية وانتخابية المقبلة تبقى موازن القوى عاملا أساسيا في حسم تحالفة السبق الانتخابي وصورة تونس ما بعد انتخابة نوفمبر 2019 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر